تابعونا على لايف ستريمينج اللي أمن هنا كل من زهر بن حميدة ومحمد علي الناصري على صفحتنا الإذاعة الوطنية وصفحة البرنامج ستوديو الوطنية تحية لكم سعيدة جدا باستقبال ضيفي اليوم عدة نقاط نفتحها معاه في علاقة بالوضع الراهن في علاقة بآخر التطورات من الموسم السياحي أيضا اللي مرة بسلام وأمان ضيفي اليوم في الانترفيو ممثل وزارة الداخلية ومدير إقليم الأمن الوطني بابن عروس العميد عماد ماماشا توتسويد في الانترفيو شكرا لوزارة الداخلية على سرعة التفاعل مع برنامج السيديو الوطني وشكرا لك على الحضور عميد شكرا زينا يعطيكم الصحة مرحبا بينا في الصرح اللي ذاعة الوطنية شكرا ومرحبا بيك مجددا تأمين الموسم السياحي اللي مر بنجاح أيضا حوادث السير نجع معاك على حوادث السير والمرور تأمين حركة المرور اليوم كما اليوم مثلا تقص بدي يتبدل وفي عدة مناطق نزول كمية كبيرة من الأمتار إن شاء الله غيث نفع وتعليق الدروس بولايتي قفصة واسفيقص بالنسبة للي يسمع فينا هذه آخر التطورات في علاقة بالوضع والأمتار نجع معاك عميد نفتح معاك عدة نقاط كاميرات المراقبة في الموحيط المدرسي اليوم مؤخرا مزلتك قمت ب إحداث وتأمين بعض كاميرات المراقبة ولكن على ما يبدو حسب التخوفة وإخر حادثة كنت عديت معانا في ستوديو الوطنية مؤخرا على حادثة الوفية اللي صارت في إحدى الموحيط المدرس الله يرحم تلميذ ويصبر عيلته مجددا بش تقولي ما هو شعون في مدرسي خاتل ما صارش داخل الموحيط المدرس ما تفقين معاك ولكن حتى كان على بعض 800 متر يقعد ديما تلميذ في الموحيط المدرسي وعلى خاطر حاول يكون أو في حماية إحدى التلميذات أيضا واضح يعطيكم الصحة بالنسبة لي نحن جبت نقاط متعدة خلينا نبدو بنقطة يزيلة نجعو شوي على التصورات الحادثة اللي صارت وقمت بالقابض مشكورين على الزوز اللي قاموا بجريمة القتل ولكن تأمين الموحيط المدرسي عميد في حد ذاته كما قلت في مداخلات سابقة بالنسبة لي نحن الأبحاث جاري لحد الساعة تم إيقاف الزوز أطراف الجنات واستعرفوا يعني اعتراف بالعملية انتحهم اللي كما قلت هوم يضغش حتى واحد مني رأي ما كانتش نية جريمة قتل لكن النية على أساس معتزة الله يرحمه نعم ويصبر عيلته ابوه وميمته كذلك زملائه في الدراسة اللي حاسين عليه برشا كذلك لكن الحمد لله يا ربي كما قلتك في وقت كياس يشدينها بعد ذلك بعد التوضيح على المتراج حل دباع على المسافة للتصليح المسافة براسك في 300 متر يعني في الانتراج أي بطبيعة ونستعرفوا كيفما غلطة صارت ماذا بينا نعاودوا احنا كوزارة الداخلية وقلتها في برشا مداخلات كل إذا قصرنا أو فما معلومة غلطة احنا موجودين باش نري إنارة الرأي العام وخاصة في الإذاعة الوطنية العملية كما قلت لك باش ما نتاخذش أكثر من حجمها خسرنا شاب تونسي في مقتبل العمر في السنة بطبيعة خسرناه خسرنا إنسان كان ذو قيمة في المجتمع سواء عند عائلته ولا باش مبعد في وزوز من ناس أخرين زادا شباب ما ناشنا باش نبروا لهم الفعلا تاحهم بخطرة حتى شي لا يبرر العنف كيف كيف باش يقعدوا يقبعوا في السجن يعني مربح حتى شي تونس من الحكاية دي الوضعية الكلها كما قلت لك هو على أساس حاول يتدخل بفعل الزمالة في كتأسمع على السبب هي على طلب أعطيني كعبة شيبس شوف يعني الموضوع برماتي ما بفهم علي السبب من strict مش على خلاف إحاولوا تحريروا بفتاة لا 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 ل feder فالتحريروش في حديث جيست على انه قلق الطفلة هذية واحد من الجونات الدخل معتزة الله يرحمه ويناعمه بالحق بشهامة التونس اللي نعرفوها وحب يكفل الشغب عليها مالورزما كما تعرف عنف شديد أدى إلى وفاته وبطبيعة الطبيب الشرعي زاد عنده ومن بعد خدمته احنا نترحمه على روحه نقوله الله يرحمه ويناعمه ويصبر عائلته هذا في موضوع يهزنا الموضوع هذا إلى موضوع تأمين المؤسسات التربوية زينة انت جبت تساع على موضوع الكاميروات وتأمين المؤسسات التربوية كما قلت لك احنا التعب الكامل تعوزارة الداخلية كانت ولا زالت إلى حد الساعة وميساش بالله ما عاش خطر برشة تشكيك نقرح حتى في التعليقات وينهم البوليسية وينهم البوليسية وينهم البوليسية وينهم البوليسية فهم الدوريات قاعد ينشوفه لا مثال لش عندنا براسك في 15 يوم هذوما يعني من أول ما تبدأ العودة المدرسية إلى حد 15 يوم التعب العامة تعوزارة الداخلية يعني حتى في الأماكن المدارس ما نيش بش نقول لكلها حسب الصوابق يا زينة خاطر ركاك هذي نجم يكون فيها مثلا نقطة سيخنة ربما تستقطب بعض المنحارفين هذو بطبيعة نقولنا بمخطات وما نكذبش عليك خاطر تحبلها ترسانة كبيرة روناتع أمنيين ألاف مجندين تورا ألاف مجندين موجودين على أكثر حاجة خاطر مش بنسيبوا زادة البنوك مش بنسيبوا المؤسسات المالية مش بنسيبوا الأمن العام والقضايا مش بنسيبوا المحاضر متع العباد مش بنسيبوا زادة الخدمات الإدارية زينة روب لازمنا منسيبوا همش هو الضغط كبير من التفقين أنا منش نحكي بضغطه أما نحكي زادة عنا برش اهتمامات كوزارة الداخلية وهذاك عليش زينة روب موضوعا تعميل المؤسسات التربوية ما نحبوش ياخذ أكثر من حجبه نعرف أهمية التونسي يحب يعرف أنه بلاده آمنة وإحنا قاعدين نحقه في الأمن للأسف الحادثة ذيكا كأنها خارج المسار صارت جمنة واحدة خاصة نجيت في أول نهار عودة مدرسة يبزلنا على بابك يا كريم دونك الناس وقتها تسائلت ونتم عليكم زغط متفاهمين ورغم أنه مشكورين قاعدين تقوموا بمجهودات جبارة وفامش كوني يخدمك لصناشة على صناشة وما تروحوش لدياركم ولا عندكم لاعيد لمناسبات كيفنا ما تحتفلوش واجبنا نتفاهموه ولكن عميد زادة نتفاهموه الرأي وقتلي تقول أنت فاهم التشكيك متاخذيش أنه ربما يتشكيك في عمل ونساق وزارة الداخلية وانتما كأعوان موجودين على تيران 24 على 24 ولكن الناس تحتامي بوزارة الداخلية أنا كنشوفك العون لبس ازاي في المحيط المدرسي وده يغب بعد شوية العون في المدرسي موضوع الفورام اليوم الناس اللي تسمع فينا تنجموا تشيركو تتفيع لهم عمليك يزيد في الفورام بعد شوية على رقمنا 71 844 404 العون في المدرسي هذا موضوحة اليوم في بيت العيلة لكن عميد كنشوف الأمني من اللي نحن صغير نشوف عون الأمن ولا دوري فما راح نفسي كمان فمش كون يحمي فيه في ظهري محمي كمان دونك الناس كي سوين في الأعلام أو خارج الأعلام وينوا الأمن وينوا الأمن وهذا هو المطلوبة اليوم أعطيني تأمين المحيط المدرسي نحب يشوف دوري أمنية قارة أو دوري غير قارة تمشي ودية حتى اللي بش يجي خمم ينحرف واضح يا زينا لتحكي فيه مانيش أنا راح تكشبت خاطر نقر وإحنا بيدنا كوزار الداخلية عنا تفاعل مع المستمعين وعلى الناس اللي على الريزوسسيو وعلى مواقع التواصل الاجتماعي قاعدين نتفاعلوا لكن مساج خلينا نكونوا إيجابيين بالنسبة لنحن المنظومات موجودة وحسب أوامر عملياتية ضف على ذلك يا زينا قبل بجمعتين ما ترجع الرونتريسكوليرا العودة المدرسية كل رؤس المناطق ورؤس المراكس ورؤس الفرق نصقوا ومثالش كان جيبوا ممثل من وزارة التربية بيش حكيلك الحكاية دي نصقنا حتى على الإخلالات مثالش أنا خاطرنا أحكيلك نصقنا على الإخلالات اللي موجودة في البنية التحتية نصقنا الإخلالات وزادة عنها صلات محلية وجهوية تخدم في خدمة كبيرة معنا أنا في تفاعل مباشر مع صيد الوالي في أي موضوع يهم الشأن المدرسي خاطر أهمي يعني التونسي كل تو على الأقل في البريودة دي مخوا كل منصب على صغاره كيفاش لازم يوصلوا يقروا يكونوا أمنين يكونوا أمنين ويروحوا على رواحهم هذا بالنسبة لأحنا لن ندخل جهدا يا زينة ويسمعون المستمعين أنه في حماية المواطنين والتلامذة اللي هم جيل المستقبل إن شاء الله حاجة بركة بش نعرج عليها زينة ونمر على الموضوع هذا في عنوانكم اللي وصل لنا كوزارة الداخلية هو تأمين المحيط المدرسي بكاميرات المراقبة حنبدو واضحين خاطر أمش نمشي نقطة بنقطة وذلك عليش الكاميرات هذه كازينة اللي كنتي أنا باش نحكي لك على وزارة الداخلية ماذا صرفت وجهد انتحه والتخطيط في موضوع الكاميروات خلاها في المؤسسات التربوية ونجو نحكي عليها فما منظومة الكاميروات في وزارة الداخلية فهى ثلاثة محاور كبيرة المحور الاولاني هو منظومة مراقبة المدن اللي هي هذيك تشوفها من الكاميروات الموجودة في أهم المحاور موجودة في أحياء معينين موجودة في على الأقل احنا بالتنصيق مع السادة الرؤساء مناطق ومديري لقاليم فما التنصيق كان مباشر على أساس وين تشوف عندك نقاط حساسة ونقاط خطرة ومنشآت حساسة كما المؤسسات التربوية لكن يا زينة الكاميروات هذهك ما كانتش موجودة على المؤسسات التربوية يعني احنا حطينها زادة لعبات ساعتين نجم يشوف شكونوا والله يقعدين يراقبوا في التلامدة هي موجودة حسب مشروع موجود على أساس تأمين المدن وتأمين الأحياء والمحاور الكبرى في المدن المشروع هذا رو فيه على أقل برشة آلاف من الكاميروات تحب؟ وحكينا فيها قبل في وسائل علامة وصار عليه الجدل والناس اللي كانت تقول لك المعطيات الشخصية والداخلية يتراقب فينا اليوم حتى الناس اللي كانوا معارضين اليوم يطالبوا فيك وين الكاميروات وصرعونا في الكاميرا احنا بطبيعة نخدموا كل شيء في إطار القانون يزينا بش تبدأ في بالك نمر لك على منظومة مراقبة المدن أصبحنا نتحدث على منظومة مراقبة المنشآت الحساسة عنا برشة منشآت حساسة في تونس بطبيعة المعيار أنها حساسة ولا لا هي مربوطة بشأن وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارات أخرى كيف كيف فهم كاميروات للحماية نتاحهم؟ موش وقت نتوبش نعطوهم ولا نعطوهم أماليات ما أن نقلب المستمع أنه فهم منشآت حساسة لها التأثير اقتصادي واجتماعي كفاها موظومة كاميروات ذف على ذلك ومش بش نحكي سكوب خاطر تكلمت فيه قبل لكن المحور الثالث المكبش فيه وزارة الداخلية هو كاميرات المحمولة والتعرف على الوجه إن شاء الله بش نطمن لخيين الكل احنا في الأشهر القادمة القريبة زادة خاطر منجمش نعطيك أنا خاطر فهم بعض النقايص بش المنظومة تكون ركبة صحيح حط في بالك من هنا إن شاء الله لبداية العام الجديد اللي هو الفين وخمسة وعشرين بش نحكو على التقنيات حديثة بش تخدم الوحدات الأمنية بش نحافظوا على حق البوليس متعنا وحق المواطن خاطر عنا التشكيات وإحنا كيما قلت لك فما محرار نجيسوا به كي تكثر التشكيات من العنف من الأمنيين ولا الأمنيين زادة كيف كيف يصير عليهم عنف نعم قلنا خلينا نهدوا النفوس خلينا نحكوا باللغة انتعنا على أساس أنه بش نستعملوا اللي هي الكاميروات المحمولة والمواطن بش يشوفها بطبيعة بش يشوفها خاطر لانا مش مش نعمل حاجة إليجال مش كاشي لا نكاشي بحضو شو تحبين نعمل برنامج كاميرا كاشي بش كاميرا كاشي هذي موجودة على غرار الأمن في العالم الكل كلفتها كبيرة لكن وزارة الداخلية لن تتدخر جهدا ماديا وأخلاقيا وليتحبوه الكل أنها بش تجيب الكاميروات هذيك بش نبدو كتجربة ستشمل جميع الأعوان على الميدان مثلا موظو الجميع طوازين الله يعني مثلا أمن عمومي حرس وصني بعد ذلك قلت لك أنا تكلفتها كبيرة مناش نرى نضرب وحيط نخرج بفلوس تعرف ميزانية تعدولة واحدة وزارة الداخلية كل وزارة الكل عندها ميزانية مربوطة به احنا في بداية بشتخدم الوحدات الناشيطة الوحدات اللي فيها علاقة مباشرة بالميدان على أساس سواء وحدات النجدة وحدات المرور اللي فيها علاقة مباشرة مع المواطن من بعدها ان شاء الله تتعمل مفهمة الميزانية وتبدأ فيما ان شاء الله في طار حتى تعاون الدولي دول الشركاء معنا باش نجيبوها لكن منظومة تعرف على وجهة نجم الوخيين توي يقول والله إيش قاعد يحكينا هذا باش نعملو احنا ركونسونس فاسيال موجودة سيركبت عن نحنا احنا في تونس موجود عن لحظة زيت علاش ديما تقصوا ما يسكوب هيدا بخكم هيدا بخكم هيدا بخكم هي هي توى على أساس أنو خطر هي مش ككرة حاجة في الهواء الطائرة باش تعملك ركونسونس فاسيال سمحني بالنحكوها بالعربي التعرف على الوجه ما هيش كاكة خاطر فما انسطلاتيون فما فيبروبتيك فما اي مش وحد نرى ميسيالش لكن القاطرة اللي قاعدة تتعدي في الأمور هذي كله وزارة الداخلية بالتنسيق مع برشة وزارات توجيه وقتهم بيدهم يحكوا على رواحهم لكن أنا جاي نتكلم باسم وزارة الداخلية حطي في بالك إن شاء الله من كي ما قلت لك البداية جانفي معينة تنجم تقرى تقرى عشرين الف وجه موجودة في قاعدة البيانات انتاح وهذي داخلة في إطار حقوق الإنسان والحريات معينة واحدة حرق الفو تتعرف عليه بالوقت والله هذي عمل لعب له هذي رقبتها حرق الفو هذي البرنامج لا شو ما احنا تعرف غيرها للعالم الكل احنا ما نقولش حضرتوة توسكي لازم كنت ندخل في الديجيتال والرقمي باش حتى سمحاني بعد اذنك زينة معادش اكل علاقة المباشرة تعال الامني والمواطن يقول جاوز حدود وكذا خلينا نخدمه بامور علمية ونطبقوها على أرض الواقع وعلى اثرها هذي كنتبقوها على أرض الواقع تفلع شيء تعطيه سيني الكاميرا بطبيعة ولا بعد جيل لغطية ده لا كلها شوف ما نقول لك هذي كلها انسطلاسيون قاعدة ترك ما نيش قاعد نحكي لك في حاجة طوى حاضرة زينة قلت لك نعرف نمشي معاك شيء في التخول ايه في الديتاي هذك هو بيدو بيش تولي زادة السيد كما تشوف في دول العالم يجيه ميساج على التليفون تقول لي كيفاش خاطر كلها بيش تولي المزارات مربوطة ببعضها هذا اللي بيش نمشوا فيه هزينا واحنا طالبينه مش انتم تطلبوه احنا طالبينك وفزارة الداخلية باش نظرا انت على المواطن على انه البوليس جاي يقمع فيه تتنح وحتى الضغطي على الاعوان في اللي مايدي ينقص برشة كده ان شاء الله هذيك البرنامج بتاعنا هذا فيما خص منظومة الكاميروات تحب نمروا لم بعدها وانا عندك سؤال في منظومة الكاميروات انا على ذمتكم على ذمت المستمعين منعش كان النجم نعرف وفم دفعة اولى على قديش بشدي والي عميد كان عندكم المعلومة ولا ما زلتوا في علاقة بالكاميرا متاع المراقب والاسس الولايات الكبرى اللي بيش كون فيها تحكي على موضوع الكاميروات الكاميروات الحديث الذكي والله هي انتي توا اشبت يا حكاية انا باش نحكيه لك تقريبيا ولا حتى بالضبط ايوه تونس الكبرى مركزة فيها 1300 كاميرا اهه 1300 كاميرا الولايات الحدودية كان مجهود الدولة ولا زل في مكافحة الارهاب وانتم تعرفوا فما عشرية معينة عشناها اللي هي الارهاب كان يرتع وين يحب هو داخل مناطق العمران وفي جبولات والحمد لله كانت الدولة والقوات الامنية والعسكرية اللي نوجلها تحية وقوات الامنية من حرص وطني وامن وطني وجيش وطني كانت بالمرصاد لهم وقتها المجهود زاد في فترة دي عام 2017 ذهب يا زينة الى انه الولايات الحدودية نعطوها اولوية قصوة وانا كنت وقتها مترأس منطقة الكاف وتحية لأهلينا في الكاف غادي من جندوبا القصرين سيدي بوزيد بريسك وصلنا ل700 كاميرا يعني موجودين اي مساء خطر برشة من الناس ما انتوغزر ما هيش تقول لا لا حريسيا نحن على وليات حدودية ماو سا ماحني عميدة وكيف من نسألوش ولا انتم وطعتونيش المعلومة خطم الحقيقة وتعذرني وزارة الدخلية صحيح متفعلة معنا دي ممارا وفما كوميونيكاسوم لازم يوصل المعلومة هذا هذك علشين بربشو نحنا وقصة عن الكزعاد بربش يزين على روحك بربش في حدود هذي معلومات اول مرأة هذي الكاميروات نجحت يا زينة غير حبيت نكملها في الاخرى ميساج مدام ثرتي انت الموضوع راي الكاميروات هذية تخدم في الامن العام صحيح وصلنا طو بالبروفايلينج يعني قاعدين نشوفوا في تحركات موريبة انتع انسان في بلاسة معينة ونعرفوا نقاط السوداء اللي موجودة مركزين علىها وزارة الداخلية اصبحوا بالله تحية لدارة العامة للعمليات اللي هي تشابوتي اللي هي منترأسها الكاميروات هذية وتهبط على اثرها نحكو على وزارة الداخلية في عملية مركزية وتتفرع منها قاعات عمليات فرعية سواء في وزارة الداخلية ولا في المناطق ولا قليم وصدقيني راي ناس قاعدة تخدم في المكالمات وتخدم بالكاميروات والمراطبة والرصد ربي الوحيد يعلم التعب لي يتعبوا فيه ضف على ذلك عنا براسك في المنشآت الرياضية الكبرى سواء رادس هني جايك عادي أنا عارف كذين ومتحبت وصك هني واصل معا عنا رادس وعنا بن زرت وكذلك ملعب سوس هذو ما فهم كاميروات التراقب بالنسبة لي نحن حسن سير العملية الأمنية ودخول المواطنين بسلاسة والجماهير الراذية جيت تفرهد على روحها لكن في حدود كما قلتها البارح في إذاعة أخرى في حدود القوانين التونسية لا للتجاوز لا حاولش حتى واحد باش يتجاوز وندخلش في نظرات العنف بنسبة للموضوع هذا فما قصت ثاني إن شاء الله ما بعد 2017 اللي قاعدين نخطبه فهم إلى حد الساعة وكما قلت لك حاجة مكلفة على وزارة الداخلية وشكر للوخيان الكل اللي آمنوا أنه لازمنا نمشوا في العالمة ونمشوا زادها في التقنيات الحديث فما قصت آخر تقنيات الحديث اللي تنجم حتى المشكل بما أنا حكينا العنف المليع بالشماريخ خاصة ومشاكل الشماريخ وكيفاش تدخل تعالوا كاليوم بالكاميرا والله يزينا في البرنامج ممكن مش حطيني ما يسهلش ما يسهلش أعتبرني ما قلتش أما يسهلش كمدير قليم بن عروس تكلمت البارح كما قلت لك في إذاع عن عزها برشا لموضوع الشماريخ وليفهم وجان وليح إحنا القانون تونسي منجموش نجوزوه كوزارة الداخلية منجموش نعمل استثناءات خاطر التشريع وإحنا سلطة تنفيذية يزينا إحنا سلطة تنفيذية نفذ القوانين والتشريعات اللي قاعدة تجينا إحنا مدام منعينهم راننا نمنعفهم واتعملنا حتى مع الجماهير الجزائرية وتحية لأشقانة في الجزائر اللي هما قال لك إحنا عنا عادي قلت له إحنا تواء أنكم في الأرض التونسية مرحبا بكم لكن لازم تخضعوا القانون التونسي وهذاك علش القانون التونسي يمنع لحكاية ذيك نعرف الجماهير تعني زينا مساء لش نعرف الجماهير تحب تعملك في موجان وتعملك الدخلة وتعمل لا لا متفاهمين رامون عايشين في برجنا العاشي عايشين في حكوم شعبية ونعرف وخيان كيفاش تخمم ونعرف الضغط اللي عانوه لعباد سوى في الخدمة ولا في القراية يحب يمشي يعمل وليعملك الشيخ انتعه فست الصدر انا متفاهمين لكن التشريع لازم هتتبدل انا البارح تكلمت حتى على حكاية الويكلو في بالي الناس قاعدة تحكي على وزارة الداخلية هي اللي قاعدة تشرع في الويكلو لا 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 يا زينا عايشك احنا كوزارة الداخلية قد كسلطة تنفيذية وكي نقولوا سلطة تنفيذية راني قاعد نتكلم نعرف فما التشريع نطبقوا فيها بعد اذنك سميناها لما احنا في وزارة الداخلية نكون اول مرة تسمعوا قيادات تمنية تحكي على لما لا لا نحكو بلما خلينا نحكو باللغة هي صحيح واركشوب وتحب نحكو ورشات عمل اما نقولوا لما واللما بهالي جوه لخيان خاصة اللي في اقسام الرياضة نعم وجوه وعطو الفيدباك اللي هي يعطاها الصحة وزارة الداخلية فتحت يداها في انجاح الموسم الرياضي دوركم كبير يا زينة ودور له خيان الكل ودور الاعلام التونسي اللي هو قاعد لازم يوصل الرسائل المطمئناء للمواطنين نفس الشي احنا قلتك استادات راني نحبوه عرس كروي لكن عرس كروي في ضوابط معينة ما نجاوزوش حدودنا ما يتجاوزوش زادة الامني المواطن حقه بش يدخل لكن المواطن لازم يدخل زادة في اريحية وهو بيدو يحترمني علش نحكي فيه رياضية خاصة لكلها لكن خاصة الجماعيات الكبيرة اللي عندنا اللي هنا بالله رو الخطة الامنية اللي طبقناها هذية هي حماية لكم على اساس انواع مننا بوابات متقدمة اللي هي تقلقت منها لخيان كيفاش ولا فهما امبوتياج وفهما كذا ايجا يا اخوي على غرار لخيان في الدول الاخرى خاطر احنا رو من ايش نوحدنا لازم تجي قبل الوقت بساعتين وثلاثة سواع تلقى الاريحية خاصة سيد وزير الداخلية وسيد كدب دولة الامن وسادة المديرين العامين يأكدوا على جودة الخدمات هل نحكو على كاليتين معاش نتكلموا على خدمة امنية فقط هي جودة خدمات وجودة الخدمات لازم يقابلها بالاساس تفاهم من الجماهي لانه اليوم معزلة معزلة الحد واشتثاث العنف في الملاعب نحكيوا عليه السنوات ومش لازموا لما ولثيذ هولي لمات وتدخل فيها جميع الاطراف اليوم بش نفهمه هالعنف ضد الملاعب لا متات بيت قولي دخل فيه اريحية واموره هنا فمش عليش مبعد يتم كتراشق بتبابز ولا عبد كمارينا صور صاد ومش في رد استخدموا تعرف لنا حتى دي لفابو تضربوا بهم وتقلعوا والكريسي يتنحاوا هذي لازموا موضوع واحد وده يا غام عميد واكثر من تارف لازموا فورام يتحكى فيه على حوار وطني بالاساس على العنف ضد الملاعب اللي ما نحملوش وزارة الداخلية فقط المحاولة تتصديليها أو غيره نسكن من العائلة وانتي ماشي الصغير من الطفل اللي طالع من داره ماشي الأستاذ مسئولية الجامعة اليوم هكيكة لا سيد يتضرر ولا نخسر أرواح بشرية ولا نشوف أعوان كيف كيف انتم تشكيتوا متولا من الاعتداءات اللي صارت على الأعوان وقعدنا نحكي ومتولا فيه الموضوع ولم يتخير معنية زين لا بعد اذنك زينة خلينا نكونوا متفائلين مي متفائلين وانا مترأس إقليم أمن وطني بن عروس اللي فيه ملعب رادس وما أدرك ملعب رادس ولا قلتها هنتي المفيد فيه ملعب رادس ملعب رادس طوى هني قلت لك حتى لو خيان فما تأطير معين وصناله مع المسؤولين انتعنا الجمهور لازم ان يفهموه ش حاجته هو هو الجمهور يحب يدخل في أريحية ما يسمعش كلمة زيدة ما يسمعش كون يسيب لولديه هاو نحكم اللقر المواطن لازم يفهم نحكاية ذي تتصورش البوليس ما نيفش نقول لك قاعدين ناخد مقبل لنهو الجمهور اللي يجيب خمسة وستة أسواع والله ما نيجبت خاطر من نهايتها بش عملوك في التفاعلات غادي كي خدمتكم لا لا سيدي أنا قاعد نحكي على حاجة رغم التعبن تعنا لكننا مثالك مش مش نوع نعملوك الضحكة في وجوهنا برشا لكن على قل لنا بيدي يعطي تعليمات لولادنا ميمختلف في الوحدات رمش ما هيش جهاز بركة برشا أجز حاجة بركة يساعدنا هو المواطن يجينا في حالة سليمة ما يجيش في حالة سامحيني فالكلمة جواعي يعطيك الصحة ما يدخلش من بعد يقولش به هزوني كذاتي أنا تي انت مكش جاد تمشي تي انت تهز في روحك بالسيف تي احنا عاملين فيك الخير كي بيش نزوك على قل نشربوك قهوة اللي انت فيك تصحة وتبشي على روحك لابا هون نحكي باللخر بالكل طبيعي يعطيك صح نفس الشي بالله اللوخيان محلاها الجماهير نتعلم من تهموه مش برشا روزينا لكن جماهيرنا كي تجي تحسب الناس اللي قادت عم في الشغب رو مش نوبر كبير ما هوش عدد كبير العدد ننتاحم والله خاطران نحكي فيها في الجلسات تع وزارة الداخلية نتكلم رو عدد علش نحرمو في الناس اللي جاي بش تتفرهد اشهدوا يحفظوا صدقيني بجميع المهن وبجميع مهما كان سيدي حتى بطال عام اليومي اللي كذا رو كلها لزم تحترم احنا في وقت طوى نحترموا الناس كل لكن هو يحترمنا انا رو مش نحكي معاملة بالمثل لا لا انا بش نوفر لك ظروف ملائمة لكي تدخل لي سليم انت بيدك سيبني مزاي اللي تعمل فيه حاجة اخرى بالله يزينا من بلاتون تعكم انتم توا الجماهير الرياضية بالله يجوا قبل بساعتين ثلاثة سوية معاش تحاولوا تجوننا نس كل في الساعة الاخرانية وانا وصلت والله في الماتش الاخراني تع زوز جمعيات انتعنا اللي موجدين في تونس قاسها من بالله نوصل نسألهم شبيك جاي توا تي والله تعطلنا في كذا تيجي بكري تيجي ودخل شد بلاستك وقال الاخر تبدأ منفنف وشايخ وقاعد شد بلاستك غادي تعليش تجيه في الاخر تعمل ضغط على وزارة الداخلية وعلى أمنيين اللي تخدم غادي وتلقانا احنا لنفرزوا ما بين الفوذولي وما بين زادة السيد اللي داخل بطريقة شرعية ان شاء الله هذاني قلت لك دعوة من البلاتون تعكم انتم وانا على ذنبك يا زينة كان عندك نقطة أخرى في الحكاية ديك ولا نمروا النجاح الموسم السياحي لهم قد شعالنا تقريبا عميد من سائح حسب تقريب وحسب إحصائيات وزارة الداخلية اللي جاءوا الموسم السياحي بحي انا شكر خاص لإدارة عامة الحدود لجانب اللي مكنتنا من رقم يعبر على برش حاجات وكذلك لإدارة عامة من عمومي في إدارة لامن السياحي والوحدات المشاركة الكل بمختلف الإدارات العامة خاطر مجهود تأمين السياح راومه عند إدارة واحدة خاطر ما شاء الله قلنا الإدارة عامة للإدارة عامة الحدود لجانب اللي هي تستقبل سواء في الموانا أو كذلك في المطارات نفس الشيء زادة كيف كيف الكروازير اللي عنا اللي هي الرحلات البحرية شوف كداش مخيبة وقت تونس وصلنا سكروا علينا ما عادش حتى باخرة سياحية تدخل تونس ما شاء الله طوى وانشاء الله ربي بقى علينا السطر بسواعد رجالنا بالفكر النير تاعتونس يزادة في المقاربة الأمنية هو بيدو يدخل معنا في المقاربة الأمنية ما معنى الفكر النير اللي هو زادة فما سلم اجتماعي نعيش فيه طوى يخلي الوحدات الأمنية تخدم في أرياحية وزادة شكر خاص لأجهزتنا الاستعلاماتية خاطر أحبطنا برشا حاجات كانت بش تسير للبلاد بطبيعة ما نيش مخول بش نتكلفها لكن حطوا في بالكم كلمة هذة ما نيش مخول معناه ما تسئلنيش ما نيش مخول طوانا كي بش نحكي لك عن حاجات ما نجئين نتمنوا في لعبات الحمدول أحبطنا في الصيف ولا لي هكا هكا وما نيش بش وتخريبية لاستهداف الموسم السياح تخريبية استهداف التونسي في العاصمة في مناطق لا حالتو كاك يا زينة ايش نوع لأنا مش مخول طيب قلت لك كمي سالش يعطونا مصاحة قيادات العلية من السيد وزير الداخلية سيد كاتب كاتب الدولة الأمن والمديرين العامين يعطوني ثيقة باش نتكلم تحيير وبالحق شكرا على التفاعل بعطنا لكن صحي لكن عندي حدود في حاجات معاين شكرا يا زينة نعطيك حاجة انو عدد السياح في تونس والحمد لله مر من سنة 2023 عاملو خيان خليس معوها من زوز ملاين وسبعمية وسبعين الف الى زوز ملاين و تسعمية وخمسة وثمانين الف الى حد نحكي نهارين التالي يعني هذي احصائية يعني ان شاء الله صحيح ان شاء الله باش نوصلوا واحنا مزن ما كمناش 2024 وهكتشوف بلادنا ما شاء الله تولت بلاسة فاسخونة ونطر وكذا وربي يرحمنا بالغيث النافع هذا بالنسبة لنحنا كتأمين السياح ليطمئنه زاد السياحنا كيف كيف بلاي تحية مدام انا موجود لهنا لمواطنين بالخارج تحية كبيرة منهم عائلاتنا ويعطيهم الصحة هم بيدهم مساهمين في المجهود الاقتصادي ولا الاجتماعي والدور الدنيا الكل يهبطونا في الصيف ومرحبا بيهم شكرا على المعلومات شكرا على المعلومات شكرا على الوقت اللي اعطيت هنا وشكرا جزيلا لوزارة الداخلية لعينتك انت بذي توفهمت عليش بشكور وزير الداخلية لعينك توفهمت عليش بعض كده عابين شكرا وبالحق والله مش موجيم لو حتى اللي يسمع فيني نجمو يحكمه المعلومات اللي قدمتها مهمة جدا والحقيقة الله غالب مش نعطي كلمة لقسم الرياضة الشهير الشهير شكرا جزيلا ممثل وزارة الداخلية ومدير اقليم الامن الوطني بابن عروس العميد عماد ماماشا فيتتكم المعلومات الهامة جدا اللي قالها سيد العميد تلقا على صفحتنا غاديو تونيزيان وصفحة البرنامج استوديو الوطنية أجمل تحيط زينة زيديو كامير فريق استوديو الوطنية تود سويت قسم الرياضة الشهير في اخر الاخبار الرياضية بعدها الفورام بتلعيلة مع ملاك يزيد نذكركم ملاك اليوم موضوحة العنف المدرسي أجمل تحيط زينة زيدي في لامن بسلامة